السلام عليكم لبنات كديرين وبساليكم كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم 24 فطيرة مجموعين في فطيرة واحدة كيف كتلاحظوه وبعجين هش كالقطن بدون دلك وبدون تعب ومحشوه بكريم باتيسير نكهة الفاني ونكهة شوكولات كنتمنى انكم تجربوها اشتركوا الى اعجابكم ونطبخوا الى ايام بلايك طبعا اى اعجبكم الفيديو وبتعليقاتكم الرائعة وكتشجعني وكتسيد تعطيني طاقة ايجابية شكرا لكم ونخليكم على المقادر وطريقة التحضير بسم الله اول حاجة سنحتاجه معلقة كبيرة الخميرة فورية ونحن نقل من حليب غابرانيدو وكاس ونص الماء يكون دافي وملاحظة البنات ممكن تعود الحليب غابرانيدو الماء بكاس ونص الحليب عادي يكون دافي فانا ما كانش متوفر عندي الحليب هاتشي على جدر تنيدو ودرسوش معلقة النيدو مع كاس ونص دي الماء دافي وفانيا ونحتاجوا فانيا واحدة من نوع 7 ونصف قرام وقبزة ملح وبيضاء والسكر تقريبا معلقة كبار والدقيق على حسب الخالد اول حاجة نضيفه فيه الخميرة الفورية ونضيفه عليه معلقة كبيرة ديال السكر ونضيفه نصف كاس ديال الماء دافي كيف قلت لكم البنات ممكن تعودوا الماء بالحليب اضيفه يومين ونضيفه نصف كاس ديال الماء دافي سوف نضيفه ومن بعد سوف نضيفه لهم ملقة كبيرة ديال السكر ونعود ملقة ديال السكر ونضيفه ويسباح الخالد غدائي ونضيفه آخر سوف نضيفه ثلاثة مع الكبار للسكار و بالنسبة للبنات سوف ندهن بصفر البيضة سوف تروني هنا ان ازلت صفر على البيض و ازلت البيض لهذه المكونات سوف نضيف الفانية و قبزة ملح و سوف نخلط جميع المكونات حتى ندامجه كيف تلاحظوا البنات اخذت بيضة و ازلت صفر البيض على البيض و سوف نضيف حليب قبزة ملحة و ازلت صفر البيض سوف نضيف حليب حليب نيد و سوف نضيف خلص المي دافي مشكلة أكثر من قصة لبنات نضيف منه نصف و نصف المي دافي يمكن تعوده الماء بالحليب ونضيف الخميرة من بعد مدفع على المكونات ونخلط كل شيء مزيان بالخلاطية ونضيفه في الضغط تدريجيا شوية بشوية حتى نحصل العجينة تكون مكتلصقش في اليدين وهذه العجينة هذه البناء طلب لم نحتاجوا اننا نضلكوها يعني غير تختعمات تاخد الوقت ديالة في الاختيمات سوف نضيف حلها في الضغط تدريجيا حتى نحصل على العجينة تكون مكتلصقش في اليدين وتكون رطبها في نفس الوقت وهذا هو شكل العجين كيف تلاحظو يكون عجينة رطب وملس ومكتلصقش في اليدين فأخذت ايناء وضفت فيه وحتوية من زيت الماء سوف اضفت فوق من العجين ومن فوق ثاني دهنت وحتوية الزيت وغطيته هنا ببلاستيك غذائي ونضيفه على الجنب حتى يختعمر بعد ما نضيفه العجينة خمر سوف نضيفه 5 باتيسير فهنا يوجد نصف طرح الحليب قسمتها على الجوش كل نصدرته بحده سوف نحتاجوا فانيا واحدة من نوع 7.5 جرام للتنسيم ممكن تعاودها بقشور الحامض وليمون سوف نحتاج معلقة كبيرة من كاكاو المر وكيف قلت لكم يعني هنا عندي نصف طرح الحليب قسمته على الجوش سوف نضيفه وممكن انكم تضيفه غير انك هاللي كتعجبكم يعني لو بغيتو كخيم باتيسير بالشوكولات او لو بغيتوه بالفانيل اللي عجبكم فانا قد نضيفهم جوش باش نعطيكم جوش افكار والخيار يبقى لكم سوف نحتاجو 4 مغالقة كبار ديال السكر سكر ثانيه وربعات المغالقة كبار ديال الكخيم باتيسير ربعت المغالقة كبار من كخيم باتيسير وربعات المغالقة كبار من السكر اضف كل واحد معلقة من جميع قبار يعني كل اربع النص صيطر الحليب سوف نضيفه فيه جميع معلقة اكبر سوف نضيفه فيه اللقص فيها القاكا والمور كيف يمكنكم كل واحده لنكهناه فالكخيم باتيسير سوف نضيفه مع الكبار السكار ونضيفه مع الكبار السكار ومن بعد ما خلطنا جميع المكونات فهنا يبدأ نحرك مزيان يجب أن نحركهم قبل أن نضيفهم فوق من النار لأن كخيم باتيسير والسكار يهوضوا التحس ولحطناهم مباشرة ونضيفهم كتل 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 يهو كخيم باتيسير فهنا نخلطهم جيدا ونضيفهم فوق من النار ونحركهم مرة مرة حتى يقوموا على الشكل ونحصوا على الشكل اللي بغينا وهذا هو شكل كخيم باتيسير اللي نكهناه بالفاني يعني من بعد ما عقاد يجب لها تشكل وما زال مني يبرد يزيد العقاد كثير ودين الشوكلاة ومن بعد ما يختمر العجين للمرة الأولى فهنا نضيفه ونضيفه 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 ومن بعد ما يختام العجين للمرة الأخرى يتطيبه ونضيفه ثم نضيفه ونضيفه ومن بعد قسمته كيف تلاحظو نحاولو ان ننذرهم يكونوا متساويين فكن نقص الكورة اللي كتبالية شوية كبيرة نقصها وكن نقص من العجين حتى حصلت على 24 كورة غد نغطيهم كامل بلاستيك غدائي كناخدوا الكورة وكنحاولو نبسطوها على شكل دائري فكيف تلاحظو معي هنا يا انك خيم باتيسير مبقاش وضروري بالنسبة لبناتك خيم باتيسير تخلوه حتي برد مزيان عاد ممكن انكم تخدمو به متخدموش به هو مازال سخون فهناك فكيف تلاحظو ان انا خدمت به فهتبقى وغرجوش كورة الاخرين هم اللي غد نشاركهم معاكم فكن بسطو الكورة على شكل مستطيل بحال هكا فكن حطو كخيم باتيسير للوسط وكن حطو الجيه الاولى ديال العجين على كخيم باتيسير وجيهة تانية وكندون جمعه في الجوانب بهتشكل هذا يعني را الصورة ديال الفيديو موضحة موضح مزيان نفس الشكل غادي نديرو الثانية ونفس الشكل درتو حتى اللي بكخيم باتيسير بناك هطلقاني نفس الشكل هنا اخضيتو حتوية ديال زيت فحال هكا من كتبالي الخامن شفات فكنديرو حتوية زيت باش فحال هكا تتبسط لي يعني العجين بلم يحتاج انه بلم يتخطع هكا تديرو كخيم باتيسير في الوسط قنجيبو الجيهة الاولى قنحطوها فوق من جهة تانية قنحطوها فوق من جهة تانية ديال العجين وكندون جمعه في حال هكا يعني العجين بجوجو نحاولو دروري نجمعه في حال هكا مزيان انا را كنجمعه قنعاود غير هنا مزرب الفيديو بيش في حال هكا مصخرش ديال الحشوة ونحاولووو نضغط عليها مزيان حتى كنحصلو على هد الشكل هذا سوف نضع كاملين في اللاطا و سوف تشوفوا معي ان شاء الله الشكل اللاطا يعني كيجوا في الشكل زوينين فهم من بعد من انتهيت منهم كاملين كبكت لحظة الفنات كيجوا عليها التشكل هيدا فغادي ناخد هنا هي الصفر ديالبيضة هذي اللي احتفظنا بها في الاول غادي نضيف لها قطرات من الخل و غادي نخلطهم زيان و غادي ندهنوا به هاد الفطرة كاملة فبالنسبة الفران شعلت عليه يعني يكون سخون شوية شوية من قبل على درجة حرارة 180 او متوسط سوف ندخل الفطرة حتى غادي نضيف حالها كامل تحت عادة غادي نشعل عليهم باش يتحمروا من الفوق وبالنسبة اللاطا فدهن تغرب شوية زيت يعني قبل ما نحط فيها هاد الفطرة فدهن تغرب شوية زيت و كيجي شكل ديالهم يعني قبل ما يطيبوه هادا ومن بعد ما ندخلهم الفران غادي تشوفوا شكل ديالهم كيفش غادي يكونوا وهذا هو شكل ديالهم اللي دخلتهم الفران يعني راكيت نفخه و كي يزيد و يكبروا كتر وهذا هو شكل ديال الفطرة من بعد ما خرجهم الفران فدهن راح مازال و كيف تلاحظوا البنات يعني كي يجيوا برطبعين و زوينين كنتمنى انكم تجربوهم و ينالوا اعجابكم و هنا في الاخر اختيت نصف كاس ديال السكر تفص عليه كاس ديال الماء و درتهم فوق النار لمدة 6 دقائق حتى يبدوك السكر كامل و كيغلى و حطيتوا على جنب حتى برد مزيان و خاص ضروري لك ان الفطرة سخونة خاص سيرو يكون بارد و لك ان الفطرة سيرو بارد خاص 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 سيرو سخونة و لا اعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش ما اللايك وتشجيعاتكم الرائعة و باسلام عليكم حتى نطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد